تعزيزا لخطاب الشرعية اليمنية أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في أول لقاء له بالمبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث حرص البرلمان على الحل السياسي السلمي وفق المرجعيات وبما ينهي معاناة الشعب اليمني وشدد على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة ومبعوثها بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتطبيق القرارات الدولية وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة جرى اللقاء في الرياض بينما كان من المتوقع أن يتم في مقر عقاد مجلس النواب بسيئون كنوع من المباركة الأممية لهذه الخطوة المهمة بالنسبة للشرعية اليمنية إلا أن التساؤل لا يزال قائما حول جدية المبعوث الأمم ومن ورائه المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب اليمني الناتجة عن الانقلاب وتداعيته لأن الشرعية وفي أكثر من موقف طالبت ولا تزال المبعوث الأممي ورئيس المراقبين في الحديدة بالإعلان صراحة عن الطرف الذي يعرقل تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة وفي ذات السياق التقى الرئيس هادي اليوم في مقر إقامته بالرياض رئيس البرلماني ونوابه أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة وأكد موقف الشرعية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها في القضايا المصيرية التي تتعلق بمصلحة الشعب ومستقبل الوطن تستمر هذه المظاهر البرتكولية بينما المواجهات في الميدان مستمرة وانتهاكات الميليشيا الانقلابية متواصلة بحق المدنيين في الحديدة وحجة وإب والضالع والحصار يكاد يخنق تعز يعيد الانقلابيون تموضعهم العسكرين ويواصلون القتل والحصار والانتهاك بينما تبدو الشرعية وكأنها منفصلة عن الميدان إلا ببعض التصريحات والمنشورة